جزاكم الله تعالى خيرا وهذا سائل يقول نذرت صيام عشرة ايام عند نجاحي من المدرسة قبل عشرين سنة ولم اصم الى الان اصم الست من شوال ويوم عاشوراء وغير ذلك من الايام فهل يجزئ ذلك عن صيام العشرة ايام ام لا هذا لا يجزئ صيام الست من شوال والصيام المستحب ما يجزئ عن النذر الواجب انك تصوم الست باقي في ذمة كلا الان دين لله يجب عليك الوفاء به تصوم الستة الايام وان كنت معينها في سنة معينة عند النجاح واخرتها الى الان تصوم وتكفر كفارة يمين عن التاخير تصوم وتكفر كفارة يمين عن التاخير اما اذا كنت ما عينتها في سنة او في شهر معين فانك تصومها ويكفي هذا